بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا وشفيعنا رسول الله في مبدأ كل أمر ومنتهى بث الأمل في قلوب المهمومين الكل مصاب والكل مبتلى قال سبحانه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون إذن فاحذر الهم واجعل الهم هما واحدا هم معادي يكفيك الله سائر الهموم ولله در من قال سهرت عيون ونامت عيون لأمور تكون أو لا تكون إن ربا كفاك بالأمس ما كان يكفيك في غد ما قد يكون لا تحزن جعل الله تبارك وتعالى الحياة دائرة بين الفرج والشدة والألم والأمل والفرح والحزن لكن أهل الإيمان هم الذين يعيشون في كل أمور حياتهم بين الشكر والصبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذاك لأحد إلا المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الفرج مع الشدة وإن مع العسر يسرى لا تقلق ولا تحسن ولا تجعل الهم يأخذ من وقتك ومن قلبك ومن جسدك إلى أن يأخذك إلى الابتلاء والحزن فتخرج من الحياة كمدا مهموما حزينا وإنما تفاءلوا بالخير تجدوا واستمسك بكتاب الله وقف على باب الله ادعوه تضرعا وخفيا وإياك أن تستسلم للشيطان والنفس والهوى ولكن عليك أن تتمسك بكلام الله وعليك أن تفرح بالابتلاء وعلى الإنسان أن يرى الهم ربما يكون مخرجا من السيئات أو هو من باب الحسنات ومن باب تفريج الكرب على الإنسان ادعو الله تعالى كأن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وتذكر دائما اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب غمنا وأحزاننا دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد رجلا من الأنصار يدعى أبو أمامة فقال يا أبا أمامة ما لي أراك في المسجد فقال يا رسول الله هموم غلبتني وديون عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك ثم بدأ المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلمه فقال قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال عليك أن تقف على باب الله وأن تسجد وتقترب من سجد وجد ومن وجد فقد وصل له المدد ومن وصل له المدد فبعون الله سبحانه وتعالى سيخرج من الكرب دون أي تعب أو كم وإن أعظم ما نواجه به المحن والابتلاءات وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لسيدنا أبي بن كعب أن نكثر من الصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله فقد قال له يا رسول الله إني أكثر الصلاة والسلام عليك فكم أجعل من صلاتي لك أجعل لك الربع قال ما شئت وإن زدت فهو خير قال لأجعل لك النصف قال ما شئت وإن زدت فهو خير قال أجعل لك الثلثين قال ما شئت وإن زدت فهو خير قال أجعل صلاتي كلها لك قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك إذن الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفي الهموم وتكشف الغموم وتزيل الكرب وتزيد الرزق وتزيد في الفرح وفي الصرور وفي السعادة وفي طمأنينة القلب لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بكثرة الذكر قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب يا مهموم اطمئن يا أيها الذي يدخل الحزن إلى قلبه اهدأ واطمئن واستعن بالله واستغفر وحوقل وأكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصدق بنية تفريج الكرب وبإذن الله تبارك وتعالى كل الأمور تقضى ببركة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله فوالله ما رأيتم صليا على سيدنا رسول الله إلا وقد جبر اللهم يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالما لا يعلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم